من ضمن الأخبار كمان النهاردة عقدت لجنة الرصد والمتابعة بالهيئة الوطنية للإعلام أول اجتماع لها الاجتماع الهدف منه رصد ومتابعة التغطيات الإعلامية للانتخابات في قنوات وشبكات الهيئة والمواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة بدأت تستعرض في الاجتماع إيه هي المهام المنوطة بيها أو اللي هي مكلفة بيها أصلا ومنقشة كيفية تنفيذ الخطة الموضوعة لمعايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية أيضا بالإضافة لأنها نقشة هذه الضوابط والمحددات عملت متابعة كمان مهمة لتقارير تنفيذ شبكات وقنوات الوطنية للإعلام التغطية الإعلامية بحسب خطة الهيئة المتكملة للتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 اعتبارا من يوم 25 سبتمبر 2023 لحد النهاردة رئيس اللجنة قال أنه اللجنة بدأت النهاردة أعمالها لوضع الترتيبات والمهام والخطوط الرئيسية لعملها وأكد أنه اللجنة هتعمل بشكل مهني وحيادي وفق المبادئ والمعايير اللي وضعتها الهيئة الوطنية اللي انتخابت وأنه كل التقارير اللي يتم إعدادها عن التغطيات الإعلامية هيكون متوفر فيها عنصر النزاهة والشفافية وأضاف كمان أنه اللجنة دي بقى عضويتها فيها مين أو تشكيلها مين خبراء أكاديميين إعلاميين رؤساء قطاعات إزاعية وتلفزيونية في الوطنية للإعلام وأيضا بتضم في عضويتها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة